أنا لسا بقى عايز أرجع معاكي بالخمس مراحل اللي قلتلي عليهم يا غدا قبل التقرير إيه هم؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الإنجزاب أوكي أنا شفت الشخصي ده في أي مكان وفي أي أسلوب من الأساليب سواء جواز عن طريق أصحاب أو عن طريق صالونات ده عن طريق صحاب بقسمها صالونات دلوقتي تخيالي الدنيا رحبيني على فين؟ يعني أنا لو بينا common friends وعرفوني على حد يبقى دي صالونات مترتبة ولو أنت قاعدة مع صحابك وفي كافي وقاعدين عادي وحد من اللي يعرفوه من بعيد خالص وجاءت وجيسلم وقاعدت شدينا البعض وانجزبنا أرينجت برضو كانت مترتبة هو اسمها دلوقتي يا جماعة في الجيل الجديد ده أرينجت ماريج أول مترتب اللي هو جواز الصالونات وهم رفضينه تماما الأغلبية بصي هيا في الأول في الأخل إيه؟ اسمه نصيب يا سالي طبعا بأي شكل ما أشكال بس الأهم من ده كله إيه؟ إن أنا أقدر أبني علاقة سعى وإن أول حاجة بتبقى الانجزاب تاني حاجة تاني حاجة هي إن أنا أوكي لأ مرحلتي الشك إيه بقى ديه؟ الشخص اللي أنا أصلا اخترته ده هل أنا أقدر أستمر معي ولا لأ؟ هو أصلا عايز تمر معي ولا لأ؟ يعني الناس كلها بتعدي بالمرحلة دي؟ آه طبعا اللي هو لأ هو أنا لو أتجوزت هاعد أخسل ونظف وعمل ومش هو البناء إدم اللي هيتطبطب علي وقت ما أنا زعلانة وهو كمان يفكر كده مش دير أنا خايف أزهق منها ومش دير أنا أستحملها يعني كل الناس بيجي لها المرحلة دي آه طبعا مش إحنا بس وهي نفسها صاحبة القصة آه جالها نفس المشكلة ديه الله لأ ده هو عايز يرجع لخطبته الأولى أنه هو بيحبها أكتر مني وده توقعاتها وأن هي دايما كانت بتعيد على نفسها دايما البوينت ده هيت هرجع وأقولك أنه هو حصل بس هكمل معك المرحلة الأولى هقولك ليه ده حصل هقولك ليه اللي هو أصلا هقدر يكمل معدي ولا هيكمل معدي أحسن هؤلاء اللي بقى الثالث مرحلة تبعين أنا اللي تنه بيصعبوا علي يا سالي أعرفها ليه ليه إن هم مش عارفين لا نفسهم ولا عارفين العيوب اللي عندهم وبالتالي هم بيلطشوا في نفسهم وبيلطشوا في الآخرين وبشكل لا إراضي طب تعالين قول بقى المرحلة الثالثة إيه المرحلة الثالثة خلاص أنا وصلت بقيت عندي يقين تم إن أنا الشخصية ديت أنا حستمر معها فتبقى دي مرحلة اللي هي ريلاكس خالص ده عشان حددنا معادة الفرح أو الخطوبة ولا عشان أنا اقتنعت من جواي لا أعرفت الشخصية الثانية وعرفت شخصيتي وعرفت حاجات كامل ما بينها وبين بعض رياحتني في العلاقة وعلى فكرة كل دهوت بيحصل بإيه بشكل لا إراضي أنا مرتاحة لده وهو مرتاح لي وخلاص في الفترة دهيت بس على فكرة هي أوكي ارتحنا الراحة ده مشاعر طب إيه بقى الاستعدادات الفعلية إن إحنا نبني علاقة دي حاجة تانية خالص طبع لا ده اللي فاتح ما ده واللي جاي بيبقى حمادة تانية خالص حاجة تانية خالص المرحلة بقى اللي هي الرابعة دلوقتي ولا الخمسة المرحلة الرابعة الرابعة أيوا دي بقى خلاص أنا عايزة الخمسة على طول عرفت أنه أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل في الآخر المرحلة الخمسة هي الانتماسي أو الارتباط خلاص ارتبطهم ببعض بالفعل دي الرابعة مهمة المرحلة قبل منها كان مرحلة إيه لاكسيشن إحنا بنسترخي علشان نعرف بعض أزياد لا الرابعة وصدنا على السعرف مرحلة رابعة بقى انتماسي الخمسة أنا مسؤول وأنا مسؤولة تماما إن أنا أخد الستاب بتاعت الانجاجمت أو الجويس لأ دي وانت بتمضي على العقد على الجواز يعني وانت بتمضي على في كتب الكتاب انت بتقول أنا مسؤولة وبتمضي بعدك بتكتشف أن انت مش مسؤولة إنه اللي جاي لا حياة تانية تماما عارف علي يا سني علشان في المرحلة دي انت دخلتها من ناحية الفعلية أوكي أنا حتجوز ما احنا عملنا الشقة والجهاز وكل حاجة عملياً احنا مستعدين مشاعرياً مستعدين مش مستعدين لا أنا دماغياً انا مش مستعدين أنا تفكرياً أنا في حتة تانية خالص خايفة هو فين المسؤولية فين أنا عارفة أنا ايه وهو ايه أنا مين وهو مين شخصيتي شخصيته الأسلوب اللي احنا هنتوصل ما بين بعض بيه هو دماغه عاملة ازاي ولما نختلف هنختلف ازاي لانه الأغلبيات دلقتي بيقولك وأنا رفضة المقولة دي بس هي بتتقل فأنا هقولها لك لما تيجي تتجوزي اتجوزي اللي لما تيجي تختلف معاه على العيال بعد الانفصال ما تروحيش معاه المحاكم حال ده بجد آه طبعاً الله يعني اخد الخلافه رحيم حال بالزبط ما يبقاش هو بيوصلني الأعلى درجة وبينفرج الناس علينا ويبقى حنين حتى في الخلاف حتى لو احنا خلاص قررنا الفراء وده مهم جداً معلش صاري اللي هو اللي أنا هاختلف معاه وحيبقى رحيم بيا من باب أولى إنه وإحنا في الحياة الطبيعية وإحنا فعلاً بنحب بعض حيبقى أرحم صح بس المشكلة بتبقى جامدة جداً لو البني قدم يفجر آه إذا خاصة مفجر إنه بقى بيوصل لآخر وبقى بيجيب لك سقف التوقعات بالزبط كده ساعة ببابايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر